أرهب الله سبحانه وتعليمنا الشيطان الرجوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصخبه ومن تبعا وجهسامه إلى يوم الدين اللهم صلي وبرك على سيدنا محمد الفاتح لمأوره والقاتم لما سبح بن عصر الحق بالحق والهدي إلى صراحك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن قداره العظيم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ورحبا بكم في مضيطة مولانا الحبيب إسماعيل صادق العدوين نفعنا الله بحبه وبعلمه في الضارين اللهم أمين ونواصل حديثنا في قراءة كتاب غاية الوصول شرق رب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري كنا توقفنا في اللقاء السابق عند قوله أو عند بداية حديثه عن تقسيم الحكم الشرعي باعتبار وقت الفعل تقسيم الحكم باعتبار وقت الفعل النسخة الكبيرة بمعانا صفح 16 في منتصف الصفح هذا هو المجلس السادس في مجال استقراءة هذا الكتاب فنسأل الله سبحانه وتعالى بمفعله أيام بهذا الكتاب وبمؤلده وبعلمه يقول الشيخ رحمه الله يقول والأصح أن الأداء فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده واجبة كانت أو منذوبة في هذه الفقرة سيبدأ المصنف في الإسلام ذكريا الأنصاري يشرح قولهم هي الفقرة المتعلقة لتقسيم الحكم الشرعي باعتبار وقت الفعل بداية العلماء يقولوا كما تخلي هذه الفقرة يقول الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء وكلفنا به هذه التكلفات الشرعية إما أن يكون لها وقت محدد أو ليس لها وقت محدد التكلفات إن كان لها وقت محدد له بداية وله نهاية فإما أن يكون وقتها مساويا لفعلها لا يزيد ولا ينقص وما يسميه العلماء بالواجب المضيق أو يكون وقتها أزيد من الوقت المحتاج لفعلها وما يسميه العلماء بالواجب المواسع كلام هما داخل تحت القسم الذي يعنون له العبادة التي لها وقت محدد هذا القسم هو الذي يأتي فيه كلام مصنف له تقسيمه باعتبار وقت فعل العبادة فعلت العبادة قبل وقتها ولا بعد وقتها ولا في أثناء الوقت هذا محل الكلام والقسم الآخر هو فعل العبادات أو التكليفات الشرعية التي ليس لها وقت محدد مثل كالإمام بالله ما وقته الدر الوالدين ما وقته الأمر بالمورف اللي عن المنكر ما وقته النوافر المطلقة اللي هو أن يتنفل الإنسان بصوات ركعتين بصوم يوم ما وقته ليست لها وقت محدد هذه العبادات التي ليس لها وقت محدد سواء كانت عليها على سبيل الفورية كالإمام بالله أو من رأى منكره وعنده القدر على تغييره بضرجاته وبشروطه هذه التكليفات التي ليس لها وقت محدد لا تدخل في التقسيمات التي معه فليصف فعلها بأنه أداء وليصف فعلها بأنه قباء وليصف فعلها بأنه تعجيل نعم قد يدخل فيها قسم واحد وهو الإعادة لمن مثلا تنفل بنافلة صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى ثم بعد الانتهاء تبين له أنه كان قد صلى بلا طهار هذا يندب في حقه أن يتطهب ويمعيد الركعتين للذين صلى اللهما بدون طهار يبقى دخل قسم واحد هو إيه؟ الإعادة هناك من العبادات ما قد يشتبهه بالواجب الموسع ويذكره العلماء ويسميه العلماء بالواجب ذو الشبهين هو المسمى بالحج عبادة الحج عبادة الحج وقتها في حق الإنسان العمر على القول بأنه متراخي فالوقتها العمر يعني تفعل العام ده العام القادم العام الذي يليه فالوقت فيها موسع لكن العلماء بيقولوا فيها إيه وقت الفعل نفسه وقت أداء الفعل كم يسع عشان يسموه جد الشبعين الواجب المضيق معناه أنك لا تستطيع أن تفعل العبادة مرة أخرى لو فعلها من جنسها يعني مرة أخرى في نفس الوقت مثل رمضان مثل صوم رمضان مثل صوم رمضان في رمضان ثلاثين يوم والعبادة المفروضة هي الصيام في النهار لا تستطيع أن تصوم في رمضان غير نوع واحد من أنواع الصيام وصوم الفرد عند مثلا صلاة الظهر الوقت بها موسع أنت لكي تصلي الظهر تحتاج فرضا مثلا إلى عشر رقائق وقت صلاة الظهر يمتد إلى ثلاث ساعات فتستطيع أن تفعل العبادة مرة ومرة ومرة مرات متكررة من نفس نوع العبادة تصلي الظهر مرة ثم تعيده في الجماعة الأولى ثم تعيده مع جماعة أخرى ثم تصلي قضاء تستطيع تبقى الحج وقته المفروض موسع يقرب من سبعين يوم من ثاني يوم العيد الفطر إلى العاشر منذ الحج يقرب من سبعين يوم يعني الحج أشهر معلومات تستطيع أن تحرم بالحج من ثاني يوم عيد الفطر وتبقى على إحرامك إلى العاشر من المخرم لأداء النسق في هذا الزمان سبعين يوم كم مرة تستطيع أداء الحج؟ كم مرة تستطيع فعله؟ مرة فهو موسع من حيث زمان العبادة مضيق من حيث عدم إمكانية فعله إلا مرة في نفس الزمان طيب الفعل افترض معي أنك أفسدت فعلت مفسدا للحج متى تستطيع القضاء؟ في عام قادم وليس في نفس الزمان فهو لا ينطبق عليه أوصاف العبادات اللسة ذاته لا ينطبق عليها أنه تعجيب ولا أنه إعادة قد يدخل فيه أنه أدى الفريضة ينطبق عليه الآداء قد يدخل فيه القضاء ولكن القضاء يقول مجازي يعني تعبير مجازي لأن القضاء معنى فعل العبادة بعد وقتها المحدد أنت لا تستطيع أن تفعل الحج بعد الوقت المحدد أنت تفعل الحج قضاء في عام قادم في نفس الوقت في عام قادم في نفس الزمان فهو تسمية مجازية تسمية مجازية الخلاصة أن العبادات التي ليس لها أوقات محددة لأنه لها أدادة من حيث البت والنهاية لا ينطبق عليها هذا التقسيم التقسيم الذي سيأتي ينطبق على العبادات التي نستطيع أن نقول أنها فعلها قبل وقتها أو فعلها بعد وقتها أو فعلها في الوقت المحدد العبادات التي لها أوقات محددة يدخل فيها أصالة الصلاة لأنها لها أوقات محددة يدخل فيه الصوم لأن له وقت مفروض محدد وما يمكن أن يقاس عليهم زي مثلا النوافل الرواتب زي القضاء للصوم النذر للصوم الخفارات للصوم اللي أنت مثلا نظرت أن تصوم يوما يدخل قد يدخل هنا قد يدخل في هذا ألبان ولذلك عند حديثهم يقول الشيخ متحدثا عن الأداء أحد الأقسام أو أول الأقسام للي سوف يتحدث عنه تقسيم الحكم الشرعي باعتبار الوقت المحدد العلماء لما يذكروا الأداء والقضاء والإعادة أو التعجيل يختلفون هي دي من باب الحكم الشرعي من باب الحكم ولا من باب متعلقات الحكم يعني ده تقسيم للحكم نفسه ولتقسيم لفعل المكلف نفسه فالجمهور على أنه تقسيم للحكم وهذا ما صار عليه الشيخ هنا أعتبرون تقسيما للحكم وليس تقسيما لفعل المكلف فيقول الشيخ في بيان هذا الأصح أن الأداء يعني القسم الأول الأداء ما هو فعل العبادة ما هي أنواع العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما مما يمكن أن يقاس عليهم مما يكون لها أوقات محددة فعل العبادة معناه فعل كل العبادة أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعدهم واجبة كانت أو مندوبة يعني كانت العبادة على سبيل الوجوب أو كانت العبادة على سبيل الناد لأن العبادات الواجبة لها أوقات محددة العبادات المندوبة مثل مثلا سنة الروادب لها أوقات محددة ولذلك هي مرتبطة بالفرائد سنة الفجر قبل الفجر سنة الزهر أربعة من قبل واثنين بعد سنة المغرب اثنين بعد سنة العشاء اثنين بعد هي مرتبطة بتوقيتات فإن فعلتها في هذا التوقيت تسمى أداء 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 يعني فعلت العبادة في الوقت هو هنا بيقول انتبع العبادة إما أن تفعل كلها في الوقت أو بعضها بس هو ما أعبرش بالبعض قال ايه؟ أو فعل ركعة أو فعل ركعة فعل ركعة من الصلاة في وقتها ما فعل بقية بعد وقتها يعني بيكلم عن صورة إنسان لم يصل الضفن حضر الدرس ونسي الصلاة وقال بعد الشيخ ما يخلص أصلي فقارب الشيخ الانتهاء والعصر على رشخ الأذان فرح أيه بسرعة لكن ما أدرك الصلاة فصلى بعد أن أتى بركعة هو يهم بأداء الثانية أزم العصر فما الذي وقع داخل الوقت؟ ركعة واحدة والثلاث ركعات وقعت خارج الوقت على هذا التعريف إن فعلت ركعة كاملة داخل الوقت حسبت له أداء يعني يثاب فواب الفعل داخل الوقت نحن هنا لا نتكلم عن فأفضلية الصلوات لن نتكلم على المكسد الحد الذي يسمى فعله مؤدن أو فعله قضاء لكن الأفضلية فلا شك أن أفضل أحب الأعمال وأفضل على الله الصلاة على وقتها أما التأخير وإن كان جائز لكنه ليس في مقام الأفضل نحن هنا لا نتكلم عن مقام الأفضل ولا عن مقدار الثوم نتكلم عن المكسد الذي يسمى فعله أداء مؤدن أو الذي يسمى فعله قاضي لما عليه فهو هنا جعل متى يكون الفعل أداء انفعل كله في الوقت أو فعلت ركعة منه بعد الوقت انفعل كله في الوقت هذا يشمل الصوم ويشمل الصلاة أو فعله بعضه في الوقت والبعض خارج الوقت لا يدخل إلا الصلاة وإحنا ممكن نصوم بعض الصوم في الوقت وبعض خارج الوقت لا ينفعش هل صومي يعني هل صوم نص النهار وكمل بالليل الطبعيد لا يدخل في الصياد يدخل في الصلاة لكن هو هنا لم يقل بعض وإنما قال ركعة لأن كلمة بعض كما سيأتي كلمة بعض قد تصدق بتكبيرة الإحرام وهي عند الحنفية مجزئة لكن تكبيرا لو أنا كبرت الكبرت للصلاة وأنا أقرأ الفاتحة أذن العصر على هذا التعريف هذا الفعل كله يحسب به قضاء لأنني لو أدرك ركعة كاملة متى يحسب لي أداء وأثاب أن أنا أديت الفعل كما أمر الله ينفعل في ركعة كاملة تقول لي ركعة سيقول الشيخ لأن الركعة مكررة بصورتها كل الأفعال موجودة في ركعة يبقى لبعد كذا تكرار لهذه الركعة يقول الشيخ رحمه الله وتعبيلي بالركعة هنا لما قال أو فعل ركعة يعني وتعبيلي بالركعة هنا وبدونها في القضاء سيأتي في تعريف القضاء يقول فعل العبادة أو دون ركعة يعني أقل من ركعة تكبيرا تكبيرا وقراءة نعم ركعة الكاملة ركعة كاملة يقول الشيخ وتعبيلي بالركعة هنا وبدونها في القضاء أولى من تعبيره بالقضاء أولى من تعبيره الضمير يعود إلى ابن السبك في كتابه جمع الجوامع لأنه في كتابه أبرى عن الأداء وقال فعل العبادة أو بعضها فعل العبادة أو بعضها طيب ليه أولى ليه التعبيل بالركعة أولى من التعبير بالبعض قال لما لا يخفى ولخبر الصحيحين من أدرك رقعاتا من الصلاة فقط أدرك الصلاة أي مؤداتا لما لا يخفى وتعبيره بالركعة هنا وبدونها في القضاء أولى من تعبيره بالبعض لما لا يخفى إذن الذي لا يخفى فيه الأصل كلمة البعض تشمل بعض الصلاة بعض الصلاة قد يكونوا وقد يكونوا أقل من ركعة قد يكون أقل وقد يكونوا أزيد من ركعة يعني قد يكون مصف الصلاة اسمه بعض الصلاة قد تكون ركعة من الصلاة اسمها بعض الصلاة قد يكون التكبير فقط والقرة اسمه بعض الصلاة طب لو أننا حملنا البعض هنا على التكبير فما دون الركعة فما الذي يفضل بينها فعل بعض الذي يسمى أداء وفعل بعض الذي لا يسمى أداء سيأتي في القضاء أن فعل أقل من ركعة في الوقت لا يسمى يحصب قضاء هذه صورة من أدرك تكبيرة الإحرام وقبل أن ينتهي من الركعة أذن المؤزن للصلاة التالية هذا الفعل محسوب على خارج الوقت وتحصب صلاة الله قضاء من الذي يميز كلمة البعض الذي يميز عندي فقل لا يخفى أن التعبير بالبعض أفضل أن التعبير بالركعة أفضل من التعبير بالبعض حتى نميز بين ما يحصب أداء وما يحصب أداء هذا وحد وأيد هذه الأفضلية والأولوية أيدها بحديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة والركعة هنا تحمل على ركعة كاملة بدءا من التكبير والاضطراقة والركوع والاهتدال والسجتين والجلوس بينهما ركعة كاملة أقول الشيخ حصام لما سأل عن إدراك الركعة وإدراك الركوع كأنه يشير إلى أن هناك ما يسمى بإدراك الركعة وما يسمى بإدراك الصلاة وهناك أيضا ما يسمى بإدراك الجماعة ثلاث إدراكات بما معناها متى تحسب لي ركعة في الصلاة لو أنا دخلت المسجد والإمام يصلي متى يحسب لي أنني صليت ركعة مع الإمام عند الجمهور إن أدركت الإمام راكعا ورقعت معه مطمئنا قبل أن يعتدل يعني لو دخلت الصلاة والإمام يهم بالركوع فكبرت لتكبيرة الإحرام ثم كبرت وركعت وأدركته وهو راكع وأنا مطمئن مش أنا أزل هو بيقوم لأ ده أنا أطمئنت ركوعي تحسب لي ركعة أبني عليها باقي الصلاة ثم ركعة إن كانت صلاة سلسية أكمل اثنين ربعية أكمل ثلاثين دي بيسمى إدراك الركعة فإدراك الركعة يكون بالركوع أما هنا فيتكلم عن إدراك الصلاة متى تسمى الصلاة مدركة يعني مؤدات الوقت المحدد شرعا إن صليت ركعة كاملة اللي هي أركان صلاة ركعة كاملة طيب متى تحسب لي الجماعة إدراك الجماعة إن أدركت الإمام قبل أن يسلم من الصلاة التسليمة الأولى قبل أن يسلم التسليمة الأولى يعني لو دخلت المسجد والإمام جالس للتشهد الأخير وكبرت تكبيرة الإحرام ثم كبرت وجلست معه لأداء الصلاة وجلست قبل أن ينطق بالسلام التسليمة الأولى حسبت لي ثواب جماعة حسبت لي ثواب إيه؟ فسأنا سأكمل الصلاة كلام منفردة لكن أخذ ثواب الجماعة إذا عندي إدراك الركعة يكون بالركوع بإدراك الإمام راكعا وأنا مطمئن إدراك الصلاة يكون بركعة كاملة عند الجمهور طبعا الشبعية إدراك الجماعة يكون بإدراك الزمام قبل النطق بالتسليمة هذا ما أشار لي أقول الشيخ عصان ربنا يحفظه بركنا فالشيخ يقول رحمه الله وقيل يعني خلي ما لك ما سبق كان تعريف الأداء في الأصح عند الشيخ ما هو تعريف الأداء الذي اغضره الشيخ وصححه هو فعل العبادة كلها في الوقت المحدد لها أو فعل ركعة كاملة في الوقت وإن فعل باقي الصلاة خارجه في الوقت يقول الشيخ وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها فعل العبادة كلها في وقتها ففعل بعضها فيه بناء على هذا التعريف ففعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده بعد الوقت لا يكون أداء حقيقة كما لا يكون قضاءا كذلك يعني لا نعرف نسميه أداء حقيقة ولنسميه قضاءا حقيقة بل يسمى بأحدهما مجازا بتبعية ما في الوقت لما بعده أو بالعكس وهذا ما عليهم أصليون يخصب اللي بقى كوزية ليات بيقول في تعريف الأصليين بعض قرد الوصوليين لما يعرفوا الأداء بيقولوا فعل العبادة في الوقت فعل العبادة في الوقت طيب فعل العبادة يحمل على فعل العبادة كله صح طيب لو فعلنا البعض في الوقت والبعض خارج الوقت لا ينطبق عليه هذا التعريف نسمي لا يسمى أداء على سبيل الحقيقة لا يسمى قضاء على سبيل الحقيقة لأن الحقيقة القضاء فعل العبادة بعد الوقت المهدد لها شر يبقى هو لا يسمى أداء حقيقة ولا يسمى قضاء نسمي تسمية مجازية إن كان الأكثر في الوقت يبقى ما بعد الوقت يحمل عليه فيسمى أداء مجازية إن كان الأكثر خارج الوقت يبقى ما قبل الوقت يحسب عليه فسميه قضاء مجازية يسميه قضاء مجازية هذا عند الأصوليين في نارة التعريف الثاني يقول الشيخ رحمه الله نعم مرتين عند الأصوليين اللي هو ما لم يرتضيه الشيخ ولم يصحقهم يقولون الأداء هو فعل العبادة كلها داخل الوقت يعني أدو زور أربع ركعات داخل الوقت المحدد طيب لو أني أديت ركعة من الصلاة أو ركعتين من الصلاة داخل الوقت ثم أذن العصر وسأكمل بالضرورة خارج الوقت فنسميه هذه العبادة نسميها أداء ولا قباء لا تصلح أن تكون أداءا لأن التعريف غير منطبق عليه ولا تصلح أن تكون قباءا لأن تعريف القباء غير منطبق عليه ما تعريف القباء فعل العبادة عند الأصوليين خارج الوقت طيب أمال دي اين دي بعضها داخل الوقت وبعضها خارج الوقت ماذا تسمى؟ قال اطلاق الاسم عليها يكون على سبيل المجاز فإن كان المدرك في الوقت أكثر يبقى ما بعده ملحق به فنسميه أداء على سبيل التجوز مجازة وإن كان ما في الوقت أقل والذي خارج الوقت أكثر يعني هنا ركعة وبعدين كاما الثلاثة يبقى تحضر الركعة على الثلاث فنسميه قضاء مجازة لكن عند الفقهاء بناء على التعريف الأصح يكون الكل أداء إن كان المصلة في الوقت أو المدرك ركعة كاملة لا هنا تسمية مصطلحية يعني العمل الفقي والاصطلاح الأصولي عند الأصوليين لا ينطبق عليه التعريف عند الفقهاء ينطبق عليه معه طبعا دكتور إيه علاقة ذكر الأداء والقضاء في هذا المكان الذي نحدد بعد؟ نحن قلنا بس أحدكم أحد جبالك نحن قلنا هذا الموضوع التقسيمة لأداء قضاء عادة لماذا ذكرناها؟ هي تقسيمة للحكم ولا تقسيمة للفعل المكلف هناك اختلاف والجمهور على نها تقسيم للحكم الشرعي هو بدأ التقسيمات بتاعة الحكم الشرعي أولا قسمه باعتبار ما فيه حقيقته هو طلب ولا ليس بطلبه فإن كان طلب سميه حكم التكليل وتكلم عن أقسامه وإن كان ليس بطلب وإنما جعله من الشارع سميه حكم الوضع وتكلم عن أقسامه خلصة التقسيمة هذه تكلم بعد ذلك عن تقسيمه باعتبار الصحة والفساد باعتبار الموافقة لأمر الشرع أو المخلقة لأمر الشرع فانطلع عندي قسم اسم الصحة والفساد تكلمنا عنه بعدين الآن بيقسمه باعتبار وقت فعلي لما أمرك بشيء هتعمله في الوقت ولا بعد الوقت ولا خارج الوقت قبل الوقت ولا مرة تانية في الوقت هذا تقسيمه بعدها هاتي تقسيمة تانية للحكم والذي أمرك به هل هو الأمر الأول بتنفذ الأمر الأول ولا هو أمر ثاني تغير به الأول لعزره بسم الرفس والعزيمة فذي كلها تقسيمات للحكم باعتبارات مختلفة يعني الآن في تقسيمة ثانية للحكم باعتبار وقت الفعل اللي تتعمله فانقسم ابتداءه إلى عبادة لها وقت وعبادة ليس لها وقت طب العبادة التي لها وقت أنا هفعلها داخل الوقت ولا خارج الوقت خارج الوقت قبل ولا بعد وداخل الوقت أول مرة ولا تاني مرة وطلعهم أربع أقسام قبل الوقت خارج الوقت وداخل الوقت في اثنين أول مرة وتاني مرة بيسموها تعجيل إن كان قبل قضاء إن كان بعد تبداخل الوقت إن كان أول مرة أداء صحيحة يسمى أداء إن كانت إعادة لسبب يسمى إعادة أربع أقسام فهو يذكر معنى ثلاثة ولم يذكر القسم الرابع هو التعجيل التعجيل معنى أننا سنفعل العبادة قبل وقتها المقدر لها شرع هل يجوز؟ هل يجوز أن نفعل عبادة قبل الوقت المقدر؟ قال إذا أجاز الشارع إذا أجاز والشارع أجاز فعل العبادة قبل وقتها المقدر لها شرعا في حالتين في حالة الجمع تقديما جمع صلاة تقديما للمسافرين أو لمن كان له عزر من أصحاب الحضر وفي حالة تعجيل الزكاة إن كان هناك ضرورة لذلك فنحن عندنا حكس ما جمعوا الصلاة تأخيرة ما تقديم التأخير مليوش مكان نتكلم عن التعجيل يبقى أنا مسافر فعصلي العصر مع الزر يبقى أنا عجلت العصر وقديته فوقت الزر قبل وقته قبل وقته الاغتيالي هذا التعجيل مأزوم فيه أو مختلع أو منهي عنه؟ مأزوم فيه لما يجوز إذن من الشارع بجمع الصلاة تقديمه تأخير الزكاوات عندي في زكاة الفطر وفي زكاة المال لا زكاة الفطر لها وقت محدد زكاة المال ليس لها وقت محدد زكاة المال بتختلف باختلاف الأشخاص حسب حول كل إنسان فلو عندي زكاة الفطر وقتها المحدد ليلة عيد الفطر من غروب الشمس آخر يوم إلى صلاة العيد هذا الوقت المحدد هل يجوز أداءها قبل الوقت بيوم أو بيومين أو بثلاثة؟ قالوا يجوز إن كانت هناك ضرورة وقت فعلها عبد الله بن عمر وعليه أجازة شافعية تقديم زكاة الفطر قبل العيد بالقد الذي يحتاجه الفقراء بالقد الذي يحتاجه الفقراء واستذلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه زكاة المال كان هناك الدليل فعل عبد الله بن عمر أما فيه زكاة المال عموما فقد أخذ النبي من عمه العباس زكاة عام مقبل يعني يرفع الزكاة الآب بتاعت السنة قال له طيب معك فلوس بدينا زكاة السنة الجاية السنة الجاية بسه فيه حاجة الناس محتاجة فلوس محتاجين فقار فأخذ زكاة عام مقبل من عمه ده اسو تعجيل للعبادة قبل وقتها إن كانت هناك حاجة أو ضرورة وقال فعلها النبي فصارت جائزة حيث أذن الشارع ده القسم الذي لم يذكره المصنف ولا الشارع هنا أما الأخصام السلاسة فمذكر بدأنا بالأداء عرفها في الأصاح عنده والتعريف الموفق للفقهاء ثم ذكر تعريف الأسوليين الذي لم يلتضيه هنا يقول الشيخ رحمه الله واعتبار الركعة في الأداء ودونها في الأضاء كما سيت ذكره ذكره الفقهاء كما سيت ذكره الفقهاء وإنما ذكرته هنا تبعا للأصلين يعني ذكره فعل الركعة هنا في هذا الموضع تبعا للأصل تبعا لجمع الجوامع حيث قدمها ابن السوقي في هذا الموضع والخبر المذكور الخبر المذكور المذكور اللي هو حديث لا يضل على ما ذكروا من أنه إن أدرك ركعاتا من الصلاة فقد أدرك الصلاة بس الحديث واضح الاحتمال أن يكون المقصود بالحديث هنا من كان له عزر في تأخير الصلاة حتى ضاق الوقت فلم يبقى إلا ما يسعى الركعة ومين ده المعظورون لو كان نائما كان نائما فقام وخطقه من الوقت ما لا يسعى إلا أن يتوضى ويصالي ركعة أو كان مجنونا فأفاه أو كانت حائضا فطهرت أو نفساء فطهرت أصحاب الأعظار ما عزورون في تأخير الصلاة فمتى زال عزرهم وجب عليهم فعل الصلاة متى زال وجب حتى وإن لم يبقى من الوقت إلا هذا المقدار الضئيم فكأن الحديث وبنكده كأنه حمل الحديث على صاحب العزر لو حملنا على صاحب العزر يبا ليس دليلا للفقهاء يبا هم كلمهم بلا دليل لو حملناه على الإطلاق من أدرك ومن مسيع العموم من أدرك وهو دليل لهم يقدم به قولهم على قوم الأصوليين رأس لكن في هذا الكلام لما الشيخ يقول وما ذكروا والخبر المذكور قد لا يظل على ما ذكروا ده تضعيف لقول الفقهاء ولا استحسن له تضعيف ومع ذلك صحح القول ومع ذلك صححوا صححوا قال والأصحوا أن الأداة فعل العبادة كلها أو فعل ركعة منه كيف صحح؟ هو يضاعف كأنه يريد أن يشير إلى وجه الضعف الذي يمكن أن يتطرف إلى هذا الكلام لينتبه له من يتصدى للدفاع عن الفقهاء يعني هو يصحح رأي الفقهاء ويبني عليه لكن ينبه إلى وجه ضعف عندهم إذا يقول لك ولقائل أن يقول يعني انتبه أنه قد يقال ذلك فاستعد أن تبه الجوال إن قال قائل نقول هذا احتمال ولا دليل عليه والأصل في الألفاظ أن تبقى على دلالتها والدلالة عامة من أدرك عامة تشمل صاحب العز وتشمل من لا عزر له يعني لو أنه إنسانا يشاهد التلفاز يقول لهم صل يا مولانا الضوء إن شاء الله يخرب بنا كريم والوقت واسع بس مخلص المعطش ويدعملوا يسمع التلفزيون ويحلوا من قناة وقناة بس كده تلاقيه يذوب فاضل ربع ساعة على الوقت وينتاج على ما دخل الحمام وتطهر وخرج فرش المصلية وصلة لم يدرك إلا ركعتا وقد أذن صلاته مؤدم يعني أدن لكن كلام في الثواب وعدمه ينجو من الله الرحمة والعفو لأن ده تكاسل حتى كده الوقت أن يخرج ونخشى عليه أن ينطبق عليه فور الله عز وجل فويله للمصالين الذين هم عن صلاتهم ساهون قالوا يسهى حتى يخرج الوقت يسهى ده بقى بالساهن ده بيلعب حتى كده الوقت أن يخرج فهذا يعني يخشى عليه والعياذ بالله طيب يقول الشيخ رحمه الله وهو أي وقت العبادات المؤدى زمن مقدر لها ليشير بقى الجزيل احنا قدمناها للعبادة التي لها وقت والتي ليس له وهو أي وقت العبادات المؤدى صوما كان صلاة أو صوما واجبا أو مندوبا يقول زمن مقدر لها شرعا موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها تخلي بالك سننها ليح سنن الرواية لأن صلاة الظهر زمانها ثلاث ساعات وصنة الظهر زمانها نفس زمان الفعل فلو قال صليته الظهر في الزمان الضربا اللي هو في الجماعة الأولى ولم أصلي السنة وبعد الانتهام من الدرس باقي من الزمن عشر دقاق قال الله أنا أصلي السنة الظهر زمان الفعل زمان للفرد وللسنة يقول موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها أو مضيقا كزمن رمضان أو كزمن صوم رمضان لأن زمن صوم رمضان ثلاثين يوم لا تستطيع أن تفعل فيه إلا نوعا واحدا من الصيام هو صيام الفرد قال أول الأيام البيض الأيام البيض يقصد بها الأيام التي يضيط ليلها لسطوع القمر يسميها ليلة 13 و 14 و 15 جريه اللي هي أوسط الشهر يبقى القمر فيها اقتربة من الكمال فهي بضوق شديد حتى لو اقتفت من أرواح المصباح تجد الإضاءة في الشوارع و في الصحراء و على صعوب بيوت قوية فلأن الليلة بيضاء فبقت كناية عن الأيام الأيام مبيضة بحكم الشمس لكن أيام الليالي البيض أيام الليالي البيض هي تواجب الصيام فيها و هي منذوب الصيام فيها كما قال الصلاوات المكتوبة و سننها كذلك أتكلم عن الصوم صوم الفرد رمضان والأيام البيض منذوبة فالأيام الليالي محددة صوم أيام الليالي محددة 13-15 ما ينفعش فيها التقديم و ما ينفعش فيها التأخير يبقى فعلوها في هذا الوقت أداة مضيقة ما يحتملش آخر ما يحتملش نوع تاني خلي بالك كلمة نوع آخر مقصود بها ما ينفعش تصومها لأنها سنة و تصومها لأنها فرد في نفس التوقيت هي مضيقة تحتمل نوع واحد بس تحتمل نوع واحد بس يعني جمع النام ينفعش فيها؟ عند الجمهور ما ينفعش عند الجمهور ما ينفعش عند الجمهور ما ينفعش عند الشافعية أظن بلغني أو سمعت من أحدهم أن هناك قورة الشافعية بجواز جمع الناية فيه يعني امرأ عليها قضاء من رمضان فهم بحتيك في الأيام الثلاثة ديها و تتعمى صومه لتحصل الفضيلة فضيلة القضاء و فضيلة الموافقة لما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا خص بالصيام الأيام البيض أو الجامع الناية في أي عام؟ ما إذا صح في الأيام البيض سيصح في كل النوافل فهنطبق هذا الكلام على ستة من شوال ينطبق على الإثنين والخميس فهنطبق على الصلاة فهنطبق على صلاة صلاة التحية المسجد فهنطبق وجد سنة قبلية للصلاة في النوافل الجامع النيات في النوافل الكادسة إنما الفرض والنية باختلافها هي الإشكالية إنما في النوافل تكثير النيات فيها مطلوبة أنا داخل المسجد بنيات الاعتكاف و بنيات العبادة و بنيات حضور الدارس و بنيات كل دي نيات في النوافل يجبوا تعدد يعني الجمهور منع الفرض والنح فرض والنح اللهم لك الحمد والشكر حبيبنا الشيخ زكري رحمه الله و نفعل الله يبقى يقول الشيخ وهو أي وقت العبادات المعدات زمن مقدر لها شرع موسعا كان أي هذا الزمن كزمن الصلاة المكتوبة و صنانها أو مضيقا كزمن رمضان أو الأيام البيت فهنا بقى الكلام اللي هو تحرير محل الخلاف الأول فما لم يقضل له زمن شرعا أي العبادة أو التكليف اللي ليس له زمن كنذر و نفل مطلقين أنا قلت لله عليه لو ربنا نجيانا هصوم ثلاثيان متى؟ لم أحدد لا في هذا الشهر ولا في هذا الأسبوع هذا يسمع النذر المطلق أو النذر المطلق اللي هو أنت بتصدر ركعتين لله ليس عشانه ما صارقته الضر أنا أعد كده و أتوضى و صلي ركعتين لله يمكن ربنا يفرج عني ده اسمه نفل مطلق النفل المطلق ليس له زمن شرطه أن تتحربيه وقت القرار نباش وقت القرار لكن لو أنا جيت في الليل كله من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر ده وقت كله المتاح فيه النفل فأنا في أي وقت فأنا أعد كده و أتنجي بدأ من واحد أعد كده أنا أتوضى و صلي ركعتين لله نفل مطلق لا زمنة لها طيب أنا جيت مثلا إنا هدى الاثنين بغرى الثلاثة عن أربعة أنا أصوم مطلق ما بغرى من السنة يعني إيه فيه أبداً ما هكذا أخلص شوية عشان نتكرشوا مش همعني فده اسمه نفل مطلق النفل المطلق كذلك لكن لو بقى محدد لنلاقي علي الأصومة يوم الخميس القادم ده مقيد ده النظر المقيد وبنتكلم هنا إن النظر المطلق والنفل المطلق وغيرهما وإن كان فورياً كالإيمان آمنوا بالله ورسوله أمر وده على سبيل الوجوب الفوري الآن مش فكروا بعدين تعالى بعد أسبوع الآن لا يسمى فعله أداءاً ولا قضاءاً إصطلاحاً كان الزمن ضرورياً لفعله انت عشان تصوم محتاجه عشان تصلي محتاج وقت الزمن موجود لكن ليس محدد بداية ونهاية ومن ذلك أي من هذا التكليف الذي ليس له زمن محدد بداية ونهاية ومن ذلك ما وقته العمر ده على القول بالتراخي كالحجين الحج على القول بالفور يبقى عند أول الإمكان يبقى مش العمر كله متى استطعت إليه سبيلاً واجعاً وكلما أخرت يأثم تأثم تأثم حتى تبرئ الزمن أما على القول بالتراخي فإن شاء الله سنادي إن شاء الله سنجايا إن شاء الله لما جوز العيال القول بالتراخي بيخلق على العمر كله محلاً للفعل ما لبيغلب على ظنك الفوات يغلب على ظن الفوات إن حدثت مثلاً مرض مزمن يمنع من الحركة إصابة بمرض مهلك من أمراض العصر فإن الله وإياكم هنا يغلب على ظن الفوات بتضيق عليك الأمر وهما فهم الكلام يا إخوان طيب يقول ومن ذلك ما وقته العمر كالحج يقول الشيخ وتسمية بعضهم لوقته ممسعاً يعني مجاز اسمية مجازية إذ الموسع ما يعلم المكلف آخر هو يعني الظهر صلاة وقتها موسع عارف لها بداية وعارف لها نهاية والزمان كبير طيب الحج وقته إيه؟ أعطوا الموسع أخره إمتى بقى؟ أنا عارف بدايته بدايته وقت حصول القدرة والاستطاعة هنا يبدأ بقى العدد ابنهايته إمتى؟ الله ده على القول بالتراخي القول بأنه إيه؟ واجب وجوباً متراخين وقوله وتسمية بعضهم لوقته ممسعاً مجاز إذ الممسع ما يعلم المكلف آخره يقول الشيخ وآخر العمر لا يعلمه إلا الله لا يعلمه المكلف فلا يسمى فعله أداءاً ولا قضاءاً إصطلاحاً يعني تعريف الإصطلاحين ما يمشيش عليه من بيحصل يقولك إيه؟ وعليه القضاء من عام جديد فاكرنا القصة بتاعت الجمع في يوم عارفاً؟ عليه القضاء من عام؟ طب ما احنا قلناه قضاء قال بل يسمى هما يعني نطلق عليه الحمد لله أدى الحج بل يسمى هما مجازاً أو لغتاً يعني إما تسمية لغوياً وإما تسمية مجازياً بيقول زيها بالظلطة إيه؟ أداء الدين وقضاء ولكن الحمد لله أنا قدت اللي عليّ واللي لي كان له زمن اللي أديت الله كان عليك فلوس لك قدت الدين والحمد لله أن ربنا قضى ني وقضيت الدين قضيت الدين كدمت قضاء معنا بعد الوقت وإيه كان وقت الدين أديت مفيش وقت فدي تسمية ايه؟ الموجاسية اي الصغير يقول الشيخ نبه على ذلك العلامة البرماوي علم البرماوي شمس الجلال الدين المحلي الشيخ ذاكيرอนصاري شيخه جلال الدين المحلي الشيخ الشيخ المحلي الشيخ البرماوي و كل شيخ شيخ المحلي كتب مضبوعة تضار التوعيب اسلامية كل الكلام Bremen ستجدك فيها كله الم solve جدًن ڤون و hard نعم أخوكم بيسأل على السطر الأول من صفحة 19 في النسخة في صفحة 17 في قول الشيخ زكريا رحمه الله وتسمية بعضهم لوقتهم وسعا مجازا هو هنا بيكلم فيه الشيخ بيقول إن في عبنوع من التكليفات لها وقت لفعلها لكن لم يرد لها زمن محدد للفعل يعني أنا عشان أحج لازم يكون الحج فيه شهر زل حجة في العشر الأول بدء من اليوم الثامن إلى اليوم الثلاث عشر الخمس يبقى وست يمدون ده الوقت الذي أستطيع أداء الحج فيه لكن هذا العمل أو العمل القادم أو العمل الذي يليه لم يحدد الشارع زمنا لم يحدد زمنا ده العلماء قلوا إيه الحج زمنه العمر ده على القول بأن الحج يجب وجوبا متراخيا على القول بأن الحج يجب وجوبا فوريا فهو يجب فورا على من استطاع ليه سبيل طيب لو قلنا بالتراخي وأنا الآن أنا استطعت عملت جمعية جات لي مكافأة اكتسبت بعض المال وعندي مبلغ يخديني لأداء الحج وعندي الصحة والحمد لله لكن عندي أولويات هل أحج وأنا صغير السن؟ ولا أتزوج ولا أشتري شقة ولا أشتري السيارة ولا أزوج الأولاد أولويات على القول بالفورية يجب العاب لأول زمن الاستطاع وإلا آثم على القول بالتراخي حتى مع وجود القدرة أن تلاجع عليك الآن نم يجوز لك أن تؤخره إلى ما شاء الله بحيث لا يرم على ظنك الفوت إبا العام القادم الذي يليه بعد سنتين بعد ثلاث حسب ما يصى ربنا سبحانه لكن فلوس موجودة والصحة موجودة ده فكرة اسمه الذي زمامه العمر طيب ده ليس له وقت محدد من حيث البداية وليس له وقت محدد من حيث النهاية الأداء كلمة أداء اصطلاحا فعل العبادة في الوقت المحدد ده ليس له وقت محدد إبا تسمية الحج فعلي للحج أداء غير منضبط طيب القضاء اصطلاحا سيأتي الآن فعل العبادة بعد الوقت المحدد الحج ليس له وقت محدد ففعله لم وتسمية هذا الفعل القضاء للمنضبط استلاحا استلاحا يعني جعله منضبط تحت التعريف التعريف الآن في صلاة الظهر لها وقت محدد بداية ونهان من صلى الظهر الآن صلاة صحيحة نقول أداة ودخلت تحت التعريف فعل العبادة في الوقت المحدد لها شرعا بسرطة واركان انضبط انضبطت تحت التعريف فمن نام حتى خرج وقتها أو لعب وخرج وقتها فعل العبادة بعد الوقت دخل تحت القضاء استلاحا فالتعريف منطبق عليه الحج فعله لا ينتظم أحد التعريفين فلا يدخل لحت الأداء استلاحا ولا تحت القضاء استلاحا لكن وجدنا هو بيقول كده بعض العلماء يسمي فعل المكلف للحج فعلا صحيحا يسميه أداء وإن أفسده يسمي فعله بعد ذلك قضاء حتى في اللقاء الماضي لما قلنا من جامع في يوم عرف عليه في المفسد والمبطب في الفاسد والباطل قلنا في الفاسد اللي هو الجماع قبل التحلل الأصغر ده مفسد للحج حكمه يتم العمال الحج وعليه القضاء القضاء من العام التالي مع أن القضاء معنى فعل العبادة بعد الوقت فين الوقت ما تيش وقت طب أنا لو قلت وقت الحج الحج يتهي شرعا باليوم من رابع عشر منذ الحج لا الثالث عشر الثالث عشر اليوم العاشر ده يوم العيد الحدي عشر الثاني عشر الثالث عشر عند غروب الشمس ينتهي حج ينتهي شرعا بحيث يستطيع الإنسان أن يحرم بالعمرة في صلاة المشان الحج نفسه الحاج الشخص ينتهي حجه في غروب الشمس يوم الثالث اللي هو يوم تلتارش يستطيع أن يحرم مدل العمرة بعد غروب الشمس خلاص الحج خلاص يعمل عمرة بقى خلاص ولا يسمى قارنا هل هذا وقت الحج بحيث أنه يستطيع أن يفعل بعد الوقت لا ليس وقت طب من تتصف فعله بالقضاء هو يقول الشيخ تسمية بعض العلماء لوقت الحج وقتا موسعا حسمية مجازية دي رقم واحد تسمية الوقت موسع دي تسمية من باب المجاز ليه إذ الموسع ما يعلم المكلف آخرهم وآخر العمر لا يعلمه الإنسان فلا يسمى فعله أداء ولا قضاءا اصطلاحا بل يسمى هما يعني ما يقع من تسمية الفعل أداء أو ما يقع من تسمية الفعل قضاءا في الحج دي يسمى هما مجازا أو لغة والداني مثال أفهمه قال كأداء الدائن لو وعر عليه فلوس ودفع الفلوس الذي عليه للدائن هو بيقول إيه يقول مخن يقول والله الحمد لله أنا أديت الفلوس الذي عليه أو يقول قضيت الدائن الذي عليه قضى وأدى الدائن ليس له وقت حتى يسمى فعله أداءا أو يخراجه بعض يسمى قضاء يقول هذه تسمية لغوية أو مجازية فكذلك الحج طلح نعم ووقت للفعل ووقت للفعل وليس وقتا محددا على المكلف لأداء الحج يعني من وجب عليه لا يستطيع الفعل إلا في هذا الزمن من وجب عليه طيب أنا وجب عليه الآن الآن أنا صرت مكلف بأداء الحج يعني عند القدرة المالية والماء والبدني الآن متى أستطيع الفعل في أي وقت يعني أنك الشارك يرهب الحج في الوقت الذي يباح فيه الفعل يعني مثلا أنا عند القدرة على الصاب الآن متى يباح لي الصاب الآن غد الغد الآن هذا الزمن بتاع الفعل هذا الزمن كلمة الوصف بالأداء والقضاء وصف الفعل بالأداء والقضاء لها اصطلاحا بالعلماء الاستطلاح معنا زمن له بداية وله نهاية أستطيع أن أنا أفعل فيه أو أخرج عنه أستطيع أن أنا أفعلها فيه أو أخرجها عنه يصلح هذا الكلام في صوم رمضان ولا يصلح في الليل والنهار يعني ما درش أقولي أنا أديت الصيام إن صمت قبل المغرب طيب وإن أخرجته بعد المغرب لو صمت أنا بعد المغرب يسمى قضاء لا يسمى لكن في رمضان الصوم محل النهار وليس محله الليل فإن صمت في نهار رمضان يقال أدى لأن هذا الزمن المحدد ده البداية والنهاية المحددة طيب إن أخرجت عن رمضان لم أفعل في رمضان أخرجته لمرض أو لسفر أو لفطر متعمد يسمى قضاء لأن أخرجت للوقت المحدد ففي زمن للفعل اللي أنا هستطيع أفعله فيه اللي أنا نحتاجه للفعل في الحج أنا أحتاجه 5 ديار في الصوم أحتاجه النهار في الصلاة أحتاج 10 دقائق ده الزمن اللي أنا محتاجه لأداء الفعل أما الزمن المتاح شرعاً للفعل فده وارد في الصلاة وارد في الصوم لكن غير وارد في الحج يعني إغل وارد في الحج لم يد من الشارع نص يحدد عاماً محيناً يجب علياً أداء فيه بحيث إذا ما تركت يسمى فعلي قضاء وإذا ما قدت يسمى فعلي أداء ده لم يدد باعتبار العام باعتبار ايه لا يوجد عام محدد للحج طبعا لا يوجد لا يوجد أحد يقول لخير وإنما هي منوطة بايه منوطة بخدرة المكلف الملكة الخدرة هنا بقى يبدأ الكلام يجب على الفور ولا يجب على التراخي ودي محل تاني لا يوصل فيها الفعل بأدورة بالقضاء نعم شوز الدين عادة لهم مش عادة فاكتبوه بوثيقة طبعا امين بعضكم بعضا ما في وثيقة وانت ممكن تشترط يقول انا محتاج المبلغ ده لأول الشهر وممكن تقول انا محتاج مبلغ بس لحد ما ربنا يفرجها لما ربنا يفرجها دي امتى بقى اللهم اشتعال اذا الديني لسا له وقت في حال العمل اديني معاملة نطرق فيها الأمر بإذن الشارع للأمانات فلو انا محتاج المدة محددة وحددتها لك هنا بقى ايه اكتزمت او لم اكتزم اديت او قضيت طب لو انا لم احدد وقدت سددت او اخر هتصفوا ازاي فين الزمن اللي هتصف من خلاله فهيقال هيقال ادى وقضى يقول لك سدد الله او قضى الله عنه او ادى الله عنه وصفته بالأداء ازاي هو مجزمن يقول لك من ذلك النغة تجوزت العبارة هو يقول كده الاداء هو القضاء ولذلك هي اصطلاحية هنا تسمية لغوية من ايه اختلف لكن اصطلاحا لها ضابط بباب الاصطلاح لها ضابط انما ده باب لغوي باب لغوي بيستدل به على ان الاداء قد يوصب بالقضاء الكلمة قد توصب بالقضاء وهي في الحقيقة اداء من باب اللغة وليس من باب الاصطلاح نعم 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 وانا قلنا اكساد قلنا قلنا ذلك بذات اللقاء ان الواجب الفعل الذي يكلم به الانسان من حيث الزمن المطلوب لإقاع الفعل الزمن المطلوب مش الزمن الذي حدده الشارع انا محتاج زمن للفعل هز الزمن اما ان يكون مطابقا للفعل لا يزيد ولا ينقص ده كصوم رمضان ومعياره ان انا لا استطيع ان اكرر الفعل من نوع اخر نفس الجنس وسنوع اخر يعني انا عندي الصوم جنس الصوم فيه الفرط وفيه النقل وفيه القضاء وفيه النقل وفيه الكفار اربعة فرط واحد نفح في رمضان انا لا استطيع ان انا اتي بها بأي بكم كم نوع من دول استطيع ان اتي به واحد فقط من الفرط واستطيع الوقت فالزمن محدود في الصلوات الصلوات افعال وحركات مفتومة تستبرغ في العادة عشر دقائر فاقل فلو انا اصلي صلاته في عشر دقائر ده الزمن لانا احتاج طب الاذن اللي جالي الوقت واسع انا احتاج عشر دقائق بس لأداء العبادة واضراء الزمن معين الزمن المتاح لها ثلاث ساعات فاستطيع ان اؤدي العبادة لحياة الان معانا في الاعادة اؤديها بذل مرة مرات مرة اداءا اليوم ومرة قضاءا عن يوم كنت نسيته ومرة تطوعا مع واحد منفرد ومرة جد جماعة كبيرة فصليت معها اربع مرات من نفس الجنس من نفس الفعل نفس الصورة في نفس الزمن تبسموه الواجب المؤسع الحج وانذكرت الكلام ده شبيه بالمضيق من جهة شبيه بالموسع من جهة شبيه بالموسع بان اعمال الحج قليلة ايامه المعدودة خمس او ستة ايام تبدأ بيوم الطروية الثامن يوم عارض التاسع يوم النحر دي ثلاثة وثلاثة للمتم واثنين للمتعجد يبقى خمس او ستة الخمس او ستة ايام ده الزمن المطلوب لأداء الفعل زي العشر ضفائل بتاعة ايه الصلاة ده الزمن المطلوب في حين الزمن المأزون في بنت احرام بالحج سبعين يوم ما يقرب من سبعين يوح من تاني يوم عيد الفطر الى اليوم العاشق يعني يصح الإحرام بالحج في صبيه حتى يوم عيد الفطر ويصح الإحرام بالحج فيه ظهر يوم عارض يصح ده الزمن المأزون فيه الزمن ده سبعين يوح في حين انا محتاج كم يوم للأداء خمس او ستة فالخمس او ستة متكررة فالزمن مؤسع أو اسمه مواسعه شبيه بالصلاة من حيث اتساع الزمن لكن كم مرة استطيع الأداء؟ مرة واحدة فهو شبيه بالمضيق من هذه الجهة فسميه زوج شبهيه لتقسيمة لأنه كله داخل الوقت كل الأنواع الثلاثة وقع في الوقت لكن اللي معنا الآن تقسيمة ثانية خالص أن هذا الفعل قد يكونه في الوقت قد يكون قبله قد يكون بعده واضحا؟ نعم لقول له أنه واجب فور الاستطاع ده بالحج ألا يمكن أن يعتبر هذا العام استطاعك؟ هو العام محدد لي فحيش كذلك أجده العام الثالي فأصبح فضاء؟ لا ما نقدرش نص له بالقضاء لأن ما فيش عندي نص يوجب علي الفعل في هذا العام بحيش يكون هو معيار الفعل بالنسبة لي الذي أوله وأخيره هو الفعل إذا كان مختلف فيها أصلا هو مختلف هو فوري ولا متراخي هو مختلف فيها فأنا هأبني على قول وأصف بإعلان على قول طب هو القول الثاني راح فين؟ وخلي بالك الكلام ده كلهم هنا مبني على القول بالتأخير وذلك الشيخ قيدها الذي زمانه العمر نعم، أنا هنا أستطعت لو أننا أقوم بالنحو على الصور ألا تعرف إذا أستطعت الإستطاع الإستطاع إذا أقلت بهذا العام ما عاش أن إذا أديته هذا العام أصلح أداء القرآن إذا أجده العام جميع أصلح قضاء ما عنديش نص يقول إنه قضاء يعني قد يسميه أداء إنك أديت الذي فرض الله عليك في الزمان الذي افترضه عليك أديت ما افترض في الزمان الذي أوجبه افترض الحج عند القدرة فأديت عند القدرة أما التأخير معناه إخراج العبادة عن وقتها المحدد القضاء فأنت ما عنديش أنا نص ولا فكرة تقول إنه قضاء ولا يحرم أصنع لا ده عند القنضية تانية إن المقضي ليس في الثواب كالمهدد إلا للمعذور المقضي في الثواب ليس كالمهدد إلا في حق المعذور يعني أنا لو طرحت صلاة الضم حتى خرج الوقت وعاديها بعد العصر إن كنت معذورا بنوم أو بجنون أو المرأة معذورة بحيض أو غير ذلك فالثواب محفوظ لها بحفظ الله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أما غير المعذور اللي كان بيلعب قره ومصلاش أو اللي كان بيتطبخ ومصلاتش أو لعدة تسمع أغاني ومسلسلات أو تلفزيون ومصلاتش أو غير معذور ففعله مسقط للتكليفة لكن غير موجب للثواب لأنه مقصد أنا ما أقدرش ما عنديش نص يقول أن من أدى من ترك الحد وقت الاستطاعة ثم فعله في وقت آخر فعله ومجزئ لكن لا ثواب لا لا دي أنا ما أقدرش أحكم بيها دي ما أقدرش أحكم بيها طيب انتبهوا إن إحنا هنا عملنا إيه؟ استطراضنا في موضوع الحد استطراض خدمت منصف ساعة استهلك فينا الوعد وإحنا قاعدة عندنا أن الأمثلة بتضرب للمثال والإفهام وليس للبحث والتفتيش يعني نجيب مثلا مثال الحج عشان نوضح القضية لكن نمسك في الحج وصور ونروح بقى وليجي فيه الشيخ أصابي بتدعها معانا لما اتكلم عن الواقعة دخلنا خرجنا خمس دقائق وأخونا رجعنا فيها بس كان بحق لأنه برجعنا في العبارة لكن الاستطراض الأخر دي تستهلك الوقت وتضيعها فيعني نبو أن يكون المدخلات في حدود المخلوب والأولى أن تكون بعد الانتهام من المحاضرات طيب الآن انتهى الشيخه من تعريف الأداء بس أنا عايز أرجع معاك عشان هنبني عليه تعريف القضاء الشيخ ذكر تعريفين للأداء تعريفه رجحه وهو وعبر عنه بالأصح وتعبيره لم يرتضيه وعبر عنه بقيلة الذي ارتضاد وعبر عنه بالأصح أن الأداء هو فعل العبادة كلها في الوقت أو فعل ركعة منها أي من الصلاة داخل الوقت وإن كان الباقي خارجه في الوقت طيب ركعة أي ركعة كاملة الذي لم يرتضيه وهو تعريف بتعبير الأصليين وضعفهم أن الأداء فعل العبادة كلها في الوقت بحيث لو فعل بعضها خارج الوقت فلا تسمى أداء حقيقة ده الأداء طيب والقضاء اعكس التعريفات اعكس المعنى يأتي معك القضاء يقول الشيخ والأصح أن القضاء فعلها أي العبادة أو فعلها إلا دون ركعة يعني ما دون الركعة وقع في الوقت والباقي من الصلاة وقع خارج الوقت هو أحرم توضى وفرش المصلى وأحرم بالصلاة وقرأ الفاتحة وركعا لكن أذن العصر وهو في الركون أذن العصر وهو في الرفع من الركون أذن العصر وهو في السجدة الأولى لم تكتمل الركعة اسمها دون الركعة فإن كان المفعول دون الركعة فيسمى قضاء اصطلاحا اصطلاحا عند الشيخ يقول أن القضاء فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها يقول الشيخ رحمه الله والفرق بين ذر الركعة اللي هو مر في الأداء وما دونها اللي هو في القضاء هنا أنها أي الركعة تجتمل على معظم أفعال الصلاة يعني الصور هي ركعة كلها قراءة وقيام وركوع واعتدال وسجود واعتدال وسجود دي هي أعمال الصلاة والباقي مقرر صورة تبقى الأصل ولا ممكن نختلف في الصورة صورة تبقى الأصل يقول أنها أي الركعة تجتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي كالتكرير لها فجوع لا ما بعد الوقت تابعا لها خلاص ما بعد الوقت تابعا لها يبقى حسبة أداة بخلاف ما دونها لو هو قرأة كبر وقرأ فقط ما بعد الوقت مش قرأة وتجتمل بس طب كبر وقرأ وركع واعتدال ما بعد الوقت بيزيل على ذلك فيه سجدتين واعتدال فهي ليست كالأداة وده الفرق بين فعل ركعة أو فعل أقل من الركعة يقول الشيخ وقيل ده مقابل التعريف المقابل للقول الضعيف هناك في الأداة يقول وقيل . كلها أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها فعل العبادة كلها أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها فعل العبادة كلها مفهوم فعل العبادة كلها مفهوم أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها ذا ما ني فعل بعض العبادة ولو دون ركعة بعد الوقت معنى يعني خلي بالك ده مغيظة أداء في الأداء كان فعل ركعة في الوقت بيجعل ما بعد الوقت تابع له هنا على التعريف ده الذي يشترطه للأداء التعريف ده مقابل تعريف الأداء في الأداء اشترط لتسمية العبادة أداء أن تقع كلها في الوقت طب إن وقع بعضها خارج الوقت ولو دون ركعة يعني مجرد مثلا التشود الأخي وهو في السجدة الأخيرة من الصلاة أرضا المعصر فوقعتون ركعة بعد الأذان خارج الوقت اللا ينطبق عليه تعريف الأداء فتسمى قضاء تسمى إيه؟ قضاء يعني أن هناك من الفقهاء زي الشيخ أبو صحاق المروزي الشيخ أبو صحاق المروزي هو اللي ننخي عن هذا الكلام قالت تماتيجو بقى نتكلم كلام واقع شوي عندي حاجة واقعة في الوقت وحاجة واقعة خارج الوقت ما وقع في الوقت نندي حكم الأداء ما وقع خارج الوقت نعطيه حكم القضاء يعني إيه؟ من عندي ثواب على الأداء وانتفاء للثواب في القضاء الأداء التزام التزامت لما أمر الله تثاب على اختلاف درجات الثواب بس فيه ثواب إن شاء الله وما وقع في الوقت قل أو كثر تثاب على فعلي لأنك أديته في الوقت ما وقع خارج الوقت قل أو كثر أبرع الزمة لكن لا ثواب لأنك أهملت فتعديت بإخراجي خارج الوقت بمأزوم فيه اللي قلت بذلك مين؟ أبو صحاق المروزي يقول الشيخ رحمه الله تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضن الجملة دي عشان تفهمها صح لازم تجيب ما بين القوسين في الجملة السابقة يعني عشان تفهمها صحة وليه والأصح أن القضاء فعلها هذه العبادة أو فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضن لما سبق لفعله مقتضن دداء بكأنه اشتراط كأنه بيشترط في تعريف الأداء في تعريف القضاء القضاء موقع بعد الفعل بعد الزمان يكون هذا استدراكا لأمر استدراكا لأمر ثبت سبب وجوبه قبل خروج الوقت استدراكا تداركا يعني استدراكا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضن لما سبق لفعله سبب إما سبب في الوجوب وما سبب في النادو هو إيه سبب الفعل عشان نفهمها صح عشان نفهم جملة دي قبل ما يفرش على مسلم إيه سبب الفعل؟ إيه سبب وجوب الصلاة؟ إيه سبب وجوب الصن رؤية الهلال رؤية الهلال فالمقتضي للفعل هو دخول وقته صح؟ طيب أنا عند دخول الوقت مطالب بالأداء أنا لم أؤدي حتى خرج الوقت أنا واحد من اثنين إما معذور وإما غير معذور غير المعذور عنده سبب في الوجوب وهو كونه مكلف أهلية الوجوب وعنده أهلية الأداء ولكنه لم يؤدي في أهلية الوجوب أهلية وجوب الصلاة إنك بالغ عقل بالغ عقل أهلية الأداء ما يباش عندك مانع من الأداء ما يباش عندها حيط أو النفاس ما يباش مجنون ما يباش في مانع فإنت عندك أهلية الوجوب وأهلية الأداء ودخل الوقت ولم تؤدي هنا يبدأ غير معذور بس السبب موجود السبب إيه؟ هو موجود وفي نوع تاني معذور في الطرق النائم معذور وغير مكلف هو مكلف لكن لا يقع منه الفعل عقل إنه نائم أهلية الأداء نقصة عنده الحائد والنفساء هي مكلفة لكن أهلية الفعل معذومة عندها شرعة لأنه لا يصح ولو أردت أن تصوم حرم عليها الصور فذول معذورين في ترك الصلاة ومعذوراً بقى في ترك الصلاة والحي الصلاة والصور فلما تنتهي العزر دولت هتفعل ما وجد له مقتض وإن لم يكن من قبله وإن لم يكن الخروج من إيه؟ بسبب من قبله ده معذوراً فالشيخ بيقول هنا الأداء ده أهم حاجة فيه أنك تعرف أنه بيقع استدراكاً لفعل كان يجب أداؤه في الوقت لوجود المقتضي لوجود المقتضي إيه؟ لا طيب ويبقى معنا كده طيب لو لو وجد المقتضي في الوقت وفعل بعد ذلك هل يسمى قضاء؟ يعني أدي مثال تطبيق كله على الحج أنا العام ده ما عنديش القطع على أداء الحج فما وجدش المقتضي للأداء المقتضي لأداء الحج الاستطاعة والزمن فالاستطاع مش موجود لبقى لا يوجد حج أصل صح؟ صح؟ لم يوجد المقتضي والزمن موجودة هم خلينا أحنا أيام الحج بعد العيد الصغير وما فيش خضاء الحج ما فيش حج طيب وجد المقتضي بعد ذلك بعام هل أستطيع أن أقول أن الفعل بعد ذلك يسمى قضاء؟ لا لأنه لم يوجد مقتضي له لو يوجد مقتضي ايه؟ لا ده كمثال تبتعلم في الصلاة الآن دخل وقت صلاة الظهر يبقى وجد المقتضي للفعل فإما أن تفعل وإما أن تترك وإن تركت فإما معزور وإما غير معزور وفي الاتنين عليك القضاء في الاتنين عليك القضاء الشيخ يقول القضاء دمنا من أولها صحيحة وأن القضاء فعلها أي العبادة أو فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتضي اللي هو سبب الوجوب ولو دخول الوقت في الصلاة والأغورية الهلال في رمضان وجوباً أو نذاً خلي بالك أن الوجوب اللي هو مثلاً زي في صون رمضان النذب زي الأيام البيض الوجوب في الصلاة اللي هو صلاة الظهر النذب زي السنن الرواكب مع صلاة الظهر يقول سواء كان المقتضي المقتضي اللي هو السبب يعني الذي أوجب الأداء من المتدارك كما في قضاء الصلاة المطروكة بلا عز وهذا يجب عليه المبادرة بأداء ما تركاه لأنه مقصر آثم في الطرق أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصومة فإنه سبق لفعلهما مقتضي هذا المقتضي من غير النائم ومن غير الحائض لا منهما وإن مع الوضع في الاعتبار وإن انعقد سبب الوجوب أو النذب في حقهما لأن سبب الوجوب هو أهلية التكليف لا هل هي موجود؟ لكن المقتضي للفعل ليس موجود ليه؟ لأنه ما عندهش القدرة عنده المانع من الفعل عنده المانع من الفعل يقول الشيخ رحمه الله وخرج بالتدارق اللي هو بالاستدراك يعني إعادة الصلاة المؤدات في الوقت بعدهم وخرج بالتدارق إعادة الصلاة المؤدات في الوقت بعدهم ده معنى أنه لا يسمى قضاء معناه يقول لدي إيه؟ أنا صليت الظهر الآن وظني إن الصلاة صحيحة فظني إن الصلاة صحيحة وبعدهم أذن العصر فأنا أقول لي إيه؟ لما صلي العصر بقى بالمركب؟ لا أنا أصلا مش متوضي ومالكب صليت الظهر إزاي مع الناس هناك يا نهر أبيض ده أنا وأنا في الكلية دخلت الحمام وركبت العربية ومشيت على المحاضرة على طول ولما دخلت المضيفة فققيت الناس بيصلي وصليت وأنا مش متوضي انتبعت للموضوع ده إمتى؟ بعد أذن العصر بعد أذن إيه؟ العصر هو الفعل اللي حصل منه ده هو فعل فاسد الصلاة غير صحيحة لأنه ظمن تبين إيه؟ خطأ وقلنا على رأيين في الملقاء السابق في الدكالبين خلقها عليك القضاء طيب عليك القضاء أو الإعادة؟ خلي بالك من الكلام هنا تسميها لغوية هناك تسميها إيه؟ مش إصطلاحية أنا دلوقتي مطالب بإيه؟ بقضاء الصلاة أو بإعادة الصلاة؟ بإعادة الصلاة مطالب بإعادة إيه؟ بس زمن الإعادة راح أو باقي؟ بإعادة الصلاة إمتى؟ بعد أداء العصر بعد أداء إيه؟ هنا بقى الفارع بين القضاء وبين تاعاته إن القضاء شرط فيه أن يكون الفعل استدراكا لما سبق له مقتضي وأنت لم تفعله إنما هنا مفيش استدراك لفعل سابق له مقتضي لأنا فعلت بالزبط بس تبين الخطأ فأنا بقى أعيد الفعل لتبين خطأ الله فعشان كده لا يسميه قضاءاً وإنما يسميه إعادة وذلك قلت لك إن كونه تداركاً ده شرط في القضاء كون الملؤول استدراكاً لما لا هو مقتضي ده شرط في مفهوم القضاء إنت أقول إنه قضاء؟ لو كان السبب منعقد وأنا أهملت أو كان عندي عذر في التارك إنما هنا أنا ما أهملت أنا فعلت بس تبين الخطأ فأنا أعيد الفعل بس الإعادة جات في الزمن بعد جات في زمن إيه؟ بعد لع إلى الآن انتهى تعريف القضاء وتعريف القضاء هنا له تعريفان أيضاً تعريف صحيح عند الشيخ وفعل العبادة كلها خارج الوقت أو فعلها أو فعل بعضها أو فعله أقل من ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت ده يسمى أيضاً إيه؟ ده في الأصحي عندهم بينما مقابل الأصحيح الذي نفضيه الشيخ أنه تعريف رسولي أنه فعل العبادة كلها خارج الوقت للنجاح يقتضي أن ما فعل من وقت ووافق بعضه خارج الوقت هيسمى إيه؟ قضاءاً هيسمى قضاءاً طيب إيبه هو عرف لنا الأداء وعرف لنا إيه؟ القضاءاً باقي معانا بقسم ثالث وهو إيه؟ الإعادة يقول الشيخ رحمه الله والأصح أن الإعادة فعلها أي العبادة وقتها ثانياً يعني أي مفضل في وقتها ثانياً أي مرة أخرى يعني مطلقاً ثاني الإعادة هي فعلها أي العبادة في وقتها مفضل نجد كلمة فيه أو حرف فيه عشان جملة صح النق التاح أن الإعادة فعلها أي العبادة في وقتها ثانياً يعني مرة ثانياً يعني الفعل مرة ثانياً مطلقاً هي فصل كلمة مطلقاً يعني مطلقاً ما كان يقول لي فعل العبادة مرة ثانية فهو يقول لي بس هو حطي لي قيد هنا لأن القيدة هي فيبني كثير بعضي يقول لي مطلقاً سواء كان الإعادة دي لعزر من خلل في فعلها أولاً أو خصول فضيلة لم تكن في فعلها أولاً لكون الإمام أعلم أو الأورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف أم لغير عزر غاهر لأن استوات الجماعتان أو زادت الأولى بفضيلة وقف هنا كده كده التعريف الأولاني خلص بس نفهم كلمة المطلقاً دي يقصب بها إيه أنا فهمت أن الإعادة هي فعل العبادة مرة ثانية في الوقت المحدد مرة ثانية في الوقت إيه؟ المحدد بعدين هو لم يضع قيد فقال لي إيه مطلقاً قال لي إيه مطلقاً بدأ يشح في المطلقاً قال سواء كان لعزر هيقابله أو لغير عزر سواء كان لعزر أو لغير إيه؟ عزر طب العزر ده إيه؟ قال لعزر من خلل في فعلها أولاً دي لازم توقف معاها عشان تفهمها لعزر من خلل في فعلها أولاً إيه نوع الخلل المكنية في الفعل؟ فقد شرط أو طرق رق فقد شرط أو طرق إيه؟ يعني مثلاً صلى ناسياً الفاتحة ناسياً الفاتحة سرح كده صراحة أو شغل لزينه فلم يقرأ الفاتحة طرق الفاتحة مطل الصلاة أنت تشاهده؟ لأن الله صرحت له أن يقرأ الفاتحة الكتاب بس هو ناسياً سهلاً أو صلى ظاناً التهارة فبان عدمه أو صلى المريض صلى المريض إلى غير قبلة لعدم وجود من يحوله إلى القبلة في بعض المرضى في المستشفيات السرية المتجه إلى غير القبلة منحرف عن القبلة وهو عايز يصلي وليس يلاقي حد يحوله القبلة فصلى فصلى إلى غير قبلة ده كله اسمه خلل في الصلاة صح كده؟ أو صلى ناسياً رقناً من أركان الصلاة ناسياً رقناً كاملاً رقوع سجود رقعة كاملة وتذكر بعض الصلاة بمدة لحيث يمكن الصدركة والصلاة والتوليتام السجد السلام الخلل الذي حصل هذا في الأركان أو في الشهود خلل مبني على عزر خلل مبني على عزر وده الشرطه الشرط هنا عشان أسمي الإعادة المبنية على خلل إعادة أسمي الفعل الثاني إعادة أن يكون الخلل معذوراً فيه ثاني هنا لما بقول بيقولوا كده في التعريف الإعادة يقولوا إيه؟ فعل العبادة في الثانية فعل العبادة مرة ثانية بعد أن سبقت بأداء فيه خلل هنا أداء فيه خلل عشان أقول أن الفعل الثاني يسمى إعادة شرط في الخلل أن يكون معذوراً فيه والعزر يأتي إما بسهول أو بنسيان أو برنبان قطعه طب لو كان الخلل ليس معذوراً فيه تعمد الصلاة بلا وضوء تعمد الصلاة وفالخرق تعمد الصلاة إلى غير القبلة ده خلل مبطل الصلاة وليس معذوراً فيه مثل واحد بأس بيكلم حد فمثلاً وجد إنسان بيطارده أو بيطلبه فقال لك أنا أصلي ففي الفيلم الله أجل عمل نفسه بيصن ودوك هو وقف مستني فالرحبك رحمة كامل الأربعة رجعات صح فموخ إنه إيه؟ هيطف الشراجة أو هيخليه يجيصارك الإخوة الرجعين ليس معين أبو ليه؟ في حاجة اسمها الصلاة فرارة من المدينة يعني إيه؟ أنا واقف فوجدت واحد نزل على السلم وأنا أعرف أنه يطلبني يريدني لدين عندي لمشكلة بيني وبينه أو لأن نظاب الشرطة هو حرامي يعني مش أن الحرامي طاعد هو الحرامي المهم هو يطلبني فأنا فرارا منه دخلت في الصلاة هذا جاء الشرع ده جاء الشرع اتحل لنا بقولها أنه داخل في الصلاة بغير طهر يعني قال لك إيه؟ هو جاي؟ استنم في صلاة الله أكبر يعني من نفسه يصلي داخل في الصلاة بغير طهر ودوك هو وقف فلما شوه يصلي أتخليه صل؟ هذا النوع الباب استنم صاحبنا بالله؟ يعني سلم إزاي؟ فكمل الصلاة كاملة وأطال فيها بهذا كنت ذوك يا أذهب يعني ينصلف وينجه هو بنفسه هنا أدى أداء مباطلا لعدم وجود الطهر حقيقة طب دلم يجي سقطت الصلاة ولا عليك؟ عليك إيه؟ فعلوها مرة ثانين بس لا يوصف الثاني بكاعة لأن الأول وضع الخلل بغير عزر والخلل بغير عزر ولذلك اشترت العلماء ومنهم الآبدين في الخلل الذي يسمى فعله مرة ثانية إعادة أن يكون معذورا فيه إن لم يكن معذورا ففعله أداء وكان هناك صلاة أصلا وكان هناك صلاة أصلا هذه الصلاة كانت صلاة ليست صلاة أصلا ده يأثى مفاعلها إنما المعذور لا يأثى تقول له أنت تنسيت ترى الفتحة تقول له ما أقولك؟ أنا نسيت خالص ما اسمه أداء سبحان الله ما تقرارش أنت تنسيت المعذور لا يأثم المعذور لا فيعيد ولا إثم عليه إنما الأول أثم في الفعل الأول فيجب أن يعيد ويسمى فعله الثاني أداءا للعبادة وليس قضاءا لا لذلك هو يقول هناك إيه؟ سواء كان العذر من خلل يعني معذور في الأداء لأن هناك خلل بناء على سهوين أو ظن بنا إيه؟ خطر سواء كان العذر من خلل في فعليها أولا اللي هو الفعل الأول أو العذر ده خصول فضيلة اللي لم تكن في فعليها أولا الفضيلة جاي من إيه؟ إن أنا صليت مرة وبعدين وجدت فيه جماعة بس الشيخ اللي بيصلي بقى شيخ الأزهر يعني رجل يعني الإمام حالة كده وصلي مع بولة الإمام مع الشيخ لا لا طبعا يعني ده أحسن ترى مش أنا صلي مع عبد السلام زي ما صلي مع جمامي طبعا يعني فيه فرق فانت صليت مع عبد السلام الجماعة خلاص بس وجدت الشيخ جاي وعامل هيصلي جماعة لكن لن أصلي مرة تانية مع الشيخ يبقى أنت كده ده عذر بحثا عن الأفضل الأفضل هذه واحدة قال لكون إمامي أعلم أو أورع انت صليت وراء واحد يعني لابس ترينج عادي ربنا يتقبل وهذه واحد بقى زي الشيخ حسن كده بحيئة محترم قلوا يا يوسف على الشيخ حسن مين الشيخ حسن زيد وعامل وقتصورنا حسن المرات فانت قلت له الراجل ده ما شاء الله سمته طيب وشكله كده محترم إن شاء الله بنا تقبل رحت داخل وراء حسن حسن فيك الورع والطق أدي واحدة صلى الله عليه وسلم أو الجمع أكثر أنا صليت أنا الوحدي أو صليت أنا وواحد بس جميعا رأت ما خلصنا إذا في جميعا فيها يصفين لا كل مكان يتجمع أكثر الرحمة بتبقى أكثر شوية عسى إن واحد منهم بس يخلص فربنا يقبلنا معا والجمع اللي أشقى بهم إيه جليسون القوم اللي أشقى بهم جليسون أو المكان وأشرف أنا صليت في القلي وأنت عارفين القليا الحمد لله مكان لطلب العب مش حاجة وحشة بس جيت هنا في الأزهر في سمن الحسين في المضيافة في المكان اللي كله روحانيات لا أنا صلى الله لا روح تانية فانصلي مرة تانية يبقى في حاجة خلتني أعيد الصلاة بس يقول أنا عندي فضيلة في الإمام فضيلة في المكان فضيلة في الجماعة فضيلة في الشخص طيب ده كله اسمها عزار انت فصل لي مرة تانية قول عشان طالما في عشان يبقى في عزر من أجل يبقى في عزر طيب هو ممكن أعيد دير عزر قال أو لغير عزر أو لغير عزر زي إيه أو لغير عزر ظاهر ما هي الأماكن ده أنها جدّة ده أنها كهذه فرقة أو ده أماكن لا تضيف بسيحة موجودة فعلت لا يوجد سبب للإعادة موجودة بمن نفسك أو زادت الأولى بفضيلة كان الشيخ هو اللي يصل في الجماعة الأولى بعد المنصي عندما كانت الشيخ عف السلام بيصلّم أنا صلّم مع شيخ عف السلام مرة تانية يعني أماكن بعد ما صلّته مع الإمام تصلي مع عبد السلام سواء كان في عزر أو ليس هناك عزر سواء كان العزر خلل أو طلبوا فضيلة أو ليس هناك عزر أصلا مدام الفعل مرة ثانية داخل الوقت هيسمى إيه ده تعريفه الذي ارتضاه اشترط أن يكون الفعل في الوقت مرة ثانية ولم يشترط فيها العزر لم يشترط فيها الخلل لم يشترط فيها أن يكون العزر ظاهرا ده عزر ظالب أو مصظالب أو عزر خلل أو فضيلة اسمها إيه إعادة لكن ده نعم في وقتها يعني في غير وقتها ما تشترطاش إعادة فسخلي بالك في غير وقتها زي السورة المناهدية لا دي كان حاجة تانية لأن دي ده عشان يخرجها من القضاء اللي كان سوادوها من عقد وعداها بخلل فهيعدها وإن وقع الأداء خالي للوقت عشان يميز بينها وبين الأداء بينها وبين القضاء ما تشترطاش من فبعض الله هيديك طيب ده التعريب الرغم الطبام وعبر عنه بالأصح شو بالتاني يقول فيه وقيل الإعادة مختصة بخلل في الأول وعليه الأكثر يعني الأكثر من الأصليين والمشهور عنهم أن الإعادة مختصة بالخلل يعني لا أسمي الفعل إعادة إلا إذا كان الأداء الأول فيه خلل فيه خلل بعذر طبعا يعمل طيب وإذا كانت الأكثر ليه أنت خلفته ليه المخلفة ما هذا الأكثر ليه صححة أنت التاني لأن التاني هيدخل التعريف الأول هيدخل صورا كثيرة ربما تخرجه عن الصورة السانية التعريف الساني لو أني قل شرط الإعادة أن تكون مسبوقة بأداء فيه خلل طيب أنا الجماعة أولى وجماعة تانية فين الخلل طيب الجماعة التانية هتصبح بإيه أنا صلت في جماعة أولى بعدين صلت وجدت في جماعة تانية دخلت فيها وهي نفس الجماعتين في العدد نفس الجماعتين في الإمام في المكان في الزمان التانية ما وصفها ستكونوا بلا وصف ما هي تقول لها هتبقى أداء ولا قضاء ولا وقت هتبقى إيه في الوصف بتاعها أنت كده وصفت مش أداء لأنك سقط عنك من أول ومش إعادة أن التعريف مش مطبق عليه فكأنه صحح تعريفا ولم يشترك فيه قيدا ليشمل كل الصور تكرار الفعل مرة ثانية ولذلك التعريف الثالث عبر عنه بقيم قال وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول وقيل بالعذر الشامل للخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول يعني قيل إن الأعادة يفعل العبادة في وقتها مرة ثانية لعذر ويقضي كلمة عذر تشمل أن يكون فيه خلل معظم فيه وتشمل أن يكون هناك فضيلة يرغب فيه كويس جدا خرجت صورة برد إذا استوت الجماعة تاني أو كانت الجماعة الأولى أفضل من الجماعة تاني هتوصف الفعل هنا بإيه أداء ولا إعادة ما صفتش عشان كده رجح الشيخ التعريف الأول اللي هو فيه الإطلاع يقول الشيخ وذكر الأول من زياداتي وذكر الأول من زياداتي يعني إيه من زياداتي الشيخ هنا لا 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 يقول وذكر الأول من زياداتي وهو ما اختاره الأصل في شرح ابن الحاجب طيب هنا ذكر الشيخ ثلاث تعريفات صحح التعريف الذي فيه الإطلاق ولم يرطب وضعف التعريف الذي فيه شرط الخلل أو لا اشتركوا في القناة